مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو قراءة أو توقعات بشكل عام رح نشوف أول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالأشهر الماضية ولكن أنا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الأمور تحلو على ما أظن كناس القراءة أو بلشت أنت تغير نفسيتك يمكن فطاقطت كيف حتكون هذا الشهر هذا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش أمنيات فيه أموال فيه شغلات رح توصلك هدايا يمكن ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها أنه كمان هاد الكرت بشوفه كتير عاطفي فيه أمنيات بالحب رح تتحقق أنت رح تركز أساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا إراديا عم بيظهر لك إما شخص جديد أو شخص قديم عم بتكون مركز على هذا الموضوع هذا الشخص رح يكون يعني خلينا سوري خلينا نحكي أنه شخص مميز شخص إلك فترة ما لتقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل إذا خلينا نشوف شو الوضع الفترة الجاي بشكل عام وراء كتير حلو عم بشوف فيه موضوع عملية لأنه طلعوا وراء بعض كمان فيه أشخاص أنت كنت معاهم على خلاف هدول الأشخاص على الأغلب من أبراج هوائية أو ترابية عم بتكون وممكن مائية على فكرة بقوة ممكن تكون هدول الأشخاص سببوا لك نوع من الأرق من التخويف قوفوك أو يمكن أفقدوك الأمان أنك تعطي أمان لأشخاص تانين دخلتوا معركة أنت وهذا الشخص أو هدول الأشخاص خلينا نقول شخص دخلت معركة كان هو خسران أنت خسران فيها التنين عم ولكن بشوف التنين يعني ما فيه كره أو بوض بيناتهم يعني أنا بشوف هذه المشاكل عم بتكون بلا يعني مائل هداعي أو أمور صغيرة عم تكبر بدون أي سبب يذكر عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لأرق لتعب لانطوائية معينة سببت لك ممكن مسألة صحية أو بالأساس أنت عندك يمكن مشكلة عضوية أو صحية فعم بشوفك على سرير الشفاء يعني عم تستشفي من هذا الموضوع وممكن يكون طاقة سلبية أنت تعرضت لها خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى الطاقات في ميزان في تور في أسد قوس في هدول أكتر شيء في عندنا الأبراج الترابية بين الهوائية كتير الترابية طبعا فضيعة كتير مائية موجود فخلينا نرجع لموضوعنا صارت مشكلة كبيرة صارت فضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو حبيبي بعدين من بعدها يعني أو رح تصير عندك هاي المحكمة لكن على نجاح أنت معاك خلينا نقول جميع المؤهلات أو جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا الموضوع عم بشوف فيه فرصة حمل بالنسبة للدلو إن كان نساء الدلو أو رجال الدلو فيه نسائهم عندهم فرصة حمل قوية جدا ظاهرة بكرتين فيه نجاح للأولاد نجاح للأطفال فيه سعادة للأزواج عم تتجدد بناتهم المشاعر بطريقة حلوة عم بيرجعوا مثل المراهقين عم بشوفهم حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل عندهم هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي إذا كانت بالعمل فهو شخص أو أكتر من شخص ولكن بعديها طوالي فيه انتصار على هذا الشخص في هاي الفترة إذا كان على الصعيد العاطفي فأنا شايفة إنه هذا الشخص سبب لك كتير أزا سبب لك كتير مشاكل مناوشات حتى هو نفسه عنده مشاكل أيضا مع الآخرين سبب لك طعن ممكن يكون على قتالته أو غدر من نوع معين ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل أكتر بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فضيع ولكن كلكم يعني أنت ويا عم بتكابروا ما حدا راضي إنه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبير اللي صارت أو الطلاق ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفوا شي كبير فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحذير يعني مع شوية تحذير من أي أمور ما نحاول نكبر الأمور نحاول نمشي المواضيع ما نحاول ندقق أو نكبر المشاكل وخاصة في العمل شايفي فرصة عمل حلوة جديدة للأشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا خلينا نشوف أكتر على العاطفة آه في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت وانتهت في كان بالماضي في علاقة سلاتية في طرف تالت كان ممكن يكون أم الشريك ممكن يكون أخت الشريك في أنت بالموضوع كانت داخلة تخرب هون حتى بتحاول كانت تعمل شغلات يعني اللي هو أي شيء يطلع بيدها تحكي تعمل شغلات ما بعرف بس شايف في زي ما بيقوله فشل عندها في هذا الموضوع لأنه كل كروتك جميعها إيجابية عاطفية بشكل فصيع جدا شايفي أنه يعني ما ورف فيه فيه إقدام أو فيه إقبال من الطرفين على العلاقة شايفي أنه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت شايفي فيه طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب أو العكس القراءة ممكن تكون عكسية شايفي استشفاء من بعض الأمور اللي كانت مساعليتكم بينكم بين بعض الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض فيه فيه إعادة يعني فيه تصفية أمور فيه تصفية حسابات فيه إعادة فيه ترتيبات عم بتتير شايفي هدول الأشخاص اللي من برجة دلو شايفي عندهم زواج هاي الفترة أو خطوبة على الأقل شايفي فيه تتويج لهاي العلاقة بشكل حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء فيه كتير في الأمور شايفي عندهم زي كان نهاية قبل فترة نهاية لموضوع نهاية قلنا يمكن يكون طلاء زي قبل شوي أو شغلة ولكن شايفي فيه زواج أيضا عندهم في هاي الفترة فشي كتير حلو فيه ناس عم بالناس للناس اللي العزاب أيضا فيه شخص ممكن يكون مائي أو هوائي أكتر هذا الشخص أو من أي برج تاني يعني ممكن أنه يدخل حياتك تعطيه فرصة من بعد محاولات منه لدخول حياتك عم تعطيه فرصة وعم بيكون هاي العلاقة يعني عم بتتوج بفترة أصيرة لزواج طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز أو شو ممكن تكون في عندك تراكمات أو شغلات تحقيق لأمنية قديمة ومشيت أنت فترة عنها وفقلص صارت ورا ظهرك إلها يمكن أكمن شهر يمكن لا مش أكمن سنة أكيد يعني بس أمنية إلها أكمن شهر على الأكيد عم بشوفها عاطفية أكتر ممكن تكون عملية لكن أنا بقتنع أنه هذا الكرت عاطفي آآ ممكن أنها تتحقق إذن على الصعيد العاطفي خلينا نشوف إذا في تحذيرات آآ معينة لبرج للدلو أو مشار تحذير يعني أي كرت تاني آآ نفس الكرت اللي قبل شوي طلع آآ مثل دعوة أو نصيحة لتنظيف حياتك في أشخاص مش وسخين يعني في أشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك آآ عم يمكن يحسدوك يمكن أنت عم بتدخل حياتك أشخاص عطالع أو عالنازلة يعني عم بتأمن للعالم آآ عم آآ فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي نظف آآ المحيط اللي أنت فيه في أشخاص ما بيحبوكوا أنت على علاقة منهم فبيقول لك هذا الكرت مثل تحذير بيقول لك أنه بعد هدول الأشخاص عن طريقك أو نظف آآ طريقك من هدول الأشخاص شوف إزا فيه نصيحة بيقول لك بليف الماجيك آآ كون مؤمن بالمعجزات وكأنه في معجزة رح تحصل لك ونالك قبل شوي في أمني رح تحصل لك بيقول لك بس آمن بالمعجزات ما تضلك تحكي إنه لا أنا حظي مش تمام لا لا أنا كل هذا التوقعات هي كذب الأمور كلها لا مش هيك مش صح كل حياتي أنا مش تمام مش عارف ما تحكي هاي الشغلات بيقول لك بس آمن بالمعجزات وإنت رح تشوفها فالمطلوب منك بس أنك تآمن يعني بس البليف خلينا نشوف كمان هم بيقول لك هذا الشهر رح تدخل متل مغامرة يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي المهم رح تدخل مغامرة ممكن تكون كمان على الصعيد المهني أنت داخل مغامرة أو شي فبيقول لك عيشها بكل تفاصيلها انبسط عيش المغامرة عيش ممكن تكون على فكرة ترب أو رحلة أنت طالع فيها مسافر فيها شايف في سفر عندك يمكن لداعي سفر للسياحة للأمور هاي فبيقول لك بس أنه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير حتكون حلوة حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي وغود لك لأيكم كلكم باي ترجمة نانسي قنقر